تمضي الإدارة الأمريكية بسياسة الضغط والتصعيد على إيران وحزب الله حيث تتوالى الإجراءات العقابية بحق إيران ومسؤولي الحرس الثوري فيها ويبدو أن لحزب الله نصيبا من هذا التصعيد إذ إن القضاء الأمريكي أعلن عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول تمويل حزب الله المتهم بتجارة المخدرات لغايات إرهابية حيث أرسلت الإدارة الأمريكية إلى العاصمة اللبنانية بيروت فريق تحقيق خاص لمعرفة ومتابعة أنشطة الحزب بيروت هي مجرد البداية بهذا التحقيق الذي سيستهدف شبكة حزب الله واسعة الانتشار والممتدة عبر أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وبالطبع منطقة الشرق الأوسط من العراق واليمن وحتى سوريا سوريا التي يتحدث ناشطون فيها عن كميات كبيرة من المخدرات انتشرت بشكل مخيف بمناطق سيطرة حزب الله وعن سهولة الحصول على المخدرات من خلال عناصر الحزب الذين يتكفلون بإدخالها من لبنان وبتيسير بيعها في الشوارع السورية حيث تكف حكومة النظام أنظارها أمام هذه الظاهرة ما استطاعت لهذا السبيل وزارة العدل الأمريكية قالت في بيان لها أن هذا الفريق مكلف بالتحقيق حول الشبكات والأفراد الذين يقدمون دعما لحزب الله وملاحقتهم بالإضافة لكونه سيضم متخصصين في مسائل طبيض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة التحقيق الأمريكي هذا يأتي بعد أشهر فقط من زيادة العقوبات على حزب الله والذي يبدو أنه سيواجه تصعيدا لم يألفه سابقا من قبل الحكومة الأمريكية الجديدة فهل سيكون لهذه الخطوات صدا أبعد من ذلك؟ وهل يربطها بالتصعيد الأمريكي ضد السياسة الإيرانية رابط؟ هذا ما قد يتضح جليا بعد ظهور نتائج التحقيق الأمريكي الأخير